تلاحق الدعاوى العديد من الناشطين لمجرد انتقادهم لأي إجراء حكومي في البصرة في وقت تنتشر فيه ظاهرة شراء أو استخدام الأصوات المؤثرة للترويج أو للحديث عن منجز وهمية في واقع بائس تقيد فيه الحريات بات كل شيء يباع حتى الأصوات المعارضة التي كانت سابقا تشخص نقاط الخلل في العمل الحكومي داخل محافظة البصرة دخلت هي أيضا غمار المزاد العلني كأي سلعة من السلع بحسب متابعين قاموا يستخدمون الترهيب والترغيب وأما بشراء هؤلاء الأصوات يعني من ناشط مدني يتحدث واعتقل عدة مرات والناس ملت من المظاهرات راح يتجه يضطر يقول لك أنا حافوني ببحدي وبالتالي يتجه إلى الأحزاب السياسية الموجودة ويتم شراء صوته ويتقى بعد فترة يطبل إلى المسؤولين الموجودين وتتفق منظمات حقوقية مع ما طرحه مراقبون وناشطون حول شراء واستخدام الأصوات المؤثرة في المحافظة للترويج عن منجزات غير حقيقية ولم يقتصر الأمر على ذلك بل عمدت شخصيات حكومية إلى رفع دعوة لتقييد الحريات وإسكاة الأصوات التي تحاول تصحيح العمل الحكومي ومراقبته نحن هذا الشيء شاهدناه من خلال بعض الشخصيات التي كانت تعاجم الحكومة المحلية خصوصا هذه الفترة نشطة بهذا الموضوع من خلال الجيوش الإلكترونية من خلال بعض الشخصيات التي تدعي محاربة الفساد وبليلة وضوحها نراها تقف مع المسؤول موضوع تقييد الحريات منذ عام 2018 لحد هذه اللحظة البصر الآزات متصدرة على سبيل المثال هذا الشهر أكثر من تسع مذكرات استخدام بحق مشطاء وراء عام هذا الموضوع حقا يقوض الديمقراطية شراء الذمم أو الإسكاة القسري مشكلة اجتماعية استفحلت ووباء استشرى في مجتمع يعاني العوز والفاقر حقوقيون أكدوا استخدام المتنفذين في السلطة قانون العقوبات للتنكيل بناشط الرأي العام لقناة الرابعة أحمد راد البصرة